لما تحدثنا في البداية وبدأنا بالشهادات أنت أيضا عندك تروازي أندان في الكاراتي أيضا تحدثنا لما نتحدثوا على هذه الشهادات وهذا الكم من الشهادات ونتحدثوا على هذا الرياضي الذي يعتبر بطل عالمي وبطل إفريقي وبطل عربي وبطل جزائري ولكن بعد ذلك لا نستفادوا منه علاش يعني الدولة الجزائرية تصرف أموال كبيرة لتخرج هذه الإطارات وفي النهاية يتعرضوا الإهمال بهذه الطريقة هذا أمر غير معقول وإضافة إلى ذلك أنك موجود يعني عندك إنديسيزيون على مستوى الإتحادية الجزائرية غير معقول أن الإتحادية لا تستفادش منك لأنك قادر تمد قلت لك أنا أنا أسبق وقلت لك بالك ممكن أنه الفيزيون تاع الإتحادية في الوقت الحالي أنا بألك ما نعاونهمش في البروغرام بتاحهم بالك عقليتي ما تعاونهمش بألك التخمام بتاعي والأفاصل كيفاش نرياجي بألك بسك صح كي نشوف حاجة ما تعجبنيش نهضر بألك هاد أمور لي ما زعما كي نهضروا كوتي سيفي التاعي دوك في الوقت والحقت وين خلاص نسيت بلي كنت أتلت نحيت هادوك اللي تيتر والديسيزيون هذه الدسيزيون موقعة من وزير الشباب والرياضة نعم الدسيزيون التاعي خلاص هادو قا نحيتهم بالصح ما نقدرش ننحي أني كونسيي مستشار في الرياضة مقدرش ننحيها هادو ديبلوم عطاته وليد دولة قريت خانباك بليس سنك باش تحصل تعليه دونك هادو الأمور ساح الانفروي اللي تجيبو ليطا بسك حنا سيدي فروي تعليطا دوك هادو 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 كونة هادو كفاءات نحضر الامفروي اللي هادو 화ادو الآفريك نحضر الامفروي هادو اصدった أساس الدخول كثيرا يحوسوا يكملوا افهم عن هادو الأريال عام و يحبسوا هادو غير البلد احبون او لا يكرره انا انا اليوم كي جيت قالت هادو هادو اليوم كي جيت لهنا والله cautيت نهدر على الروح مانزه حق حتى حاجة ماي باش تروح توتين جينيراسيون صعيبة 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 بزر ما عليش عليكو لحنا نذكر ومشاهدينا بأنه الأسبوع الماضي كان المفروض أنه يكون معانا رئيس السابق الاتحادية الجزائرية للكاراتي سليمان مستوي وأيضا عبر الهاتف كان المفروض أنه يكون معانا رئيس الاتحادية الجزائرية الحالية للكاراتي ياسين قوري الذي طبعا أكد بأنه سيرد على الاتهامات التي كانت موجهة له من طرف سليمان في آخر لحظة اعتذر عن القدوم إلى الحصة وألغي العدد بسبب ذلك لأنه طبعا رفض الحديث في الموضوع والحديث عن الأمور التي كان يؤكد بأن هناك وجود خروقات وغير ذلك ما تحدث عنه في الصحافة هو لجا عندنا باشي يتحدث وبعد ذلك اعتذر بلا باقة على كل حال قضية هذه ياسين قوري كان جاهز باش يرد عليها ونحن نحييها على شجاعته على كل حال لمواجهة مثل هذه الأمور لكن القضية لم ترى النور وذلك بسبب على حسب سليمان على كل حال أكدنا بأنه كان عنده اجتماع في الوزارة وقدموا له ربما نصيحة أنه ميجوزش عبر البلاتوهات هذا أمر آخر على كل حال يحدث دائما في الرياضة ويحدث عبر وسائل الإعلام الكثير من الشخصيات الرياضية والفاعلة في الرياضة تحب تتحدث وبعد ذلك تتراجع الأسباب نجهلها لا نعرف السبب حقيقة المهم على كل حال عشاش معاد طبعا الآن انت خلاص خذيت منحة آخر في المسيرة تاعك الآن رك في مجال التدريب على كل حال ما زالك على كل رياضي ولكن انت لا تريد المواصلة أنا مدبيا فقط باش كنت ما نبين القضية تاكمتم كرياضيين هل فعلا انت رك تقرأ العنوان اللي هو مكتوب في الأسفل إلى متى تعيش الكفاءات الرياضية الجزائرية التهميش سواء من طرف الوزارة أو من طرف الاتحاديات هل فعلا تعتقد وترى بأنك من بين الكفاءات المهمشة خصوصا في هذا التخصص تاعك رياضة الكاراتي أنا يا هادي أنا ما نقدرش نجاوبك أنا من الأحسن يجاوبك المختصين في رياضة الكاراتي وأنا على بالي متأكد من يبل وميبل اللي قرون تيكنيسيين في الجزائر كي تهدر لهم علية كي تهدر بأكد من كفاءات المهمشة كي تهدر بأكد من كفاءات المهمشة المهمشة لأنني أتعرف أمر بوزيتف لذلك لذلك مهمشة مهمشة بصحة أعليشة ما زال ما على بالك شعله 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 سببا رياضية على بالي هذه مئة بالمئة على بالي مشي سببا رياضية بالك أنا قلت لك نحو بالمارس ما عنديش بالمارس أنا أخرج مدرسة العلوم التكنولوجيا الرياضية قلت عند الشيخ زوبير حاشي لنحييه من هذا المنبر قام من قامة الكاراتي الجزائري واللي هو أكبر مهمش في الكاراتي أنا نعتبره أكبر مهمش في الكاراتي بس كإنسان اللي مد حياتي وكامل للتعليم في المدرسة العلية الكاراتي كان في سعودية بندن 10 عام وين دار ديمي راك المعاليكي بتاع سعودية هادو خلي خلي كان بزاف خريجي المدرسة العلية ليدوكا راهم في الكلاب بتاعهم يفورمي 1 2 3 هذا اللي بقالوا لونفي ولي ما عندو حتى اونفي ما يقدرش يملك معلش انت على كل حالك تشوف هنا في الجزائر ربما راك مارجيناليزي شوية تلقيت عروض من الخارج باش تدرب في الخارج الله الحمد لله بعد شوف قبل المنشور كان في عروض وبعد المنشور كان في عروض أحد أخرين واشنه هو انا يا قلت لك الدنيا هادية صح اخدينا طريقة الرياضة واشنه هو الرياضة مشي ما لازمش تكون هي أولوية في الدنيا كان عائلة أكبر أولوية وانا اخترت العائلة يعني رفت العروض الأجنبية من أجل العائلة رفت العروض باتاتا ومانيش في الوقت الحالي مانيش نخمم مانيش نخمم باش نروح لطرانجي عندي الأب والأم والزوجة والابن هما أولوية أكيد طبعا هذه النقطة حساسة جدا ماذا بنت أيضا تهدر عليها ورح نشوف الحالة مصطفى خدراوي الزوجة عمت واجدة معنا الآن كان الكثير من الكفاءات الجزائرية اللي كونتهم دولة الجزائرية سواء عن طريق الاستياس أو عن طريق الخبرة تحهم في المجال في كل الرياضات وبعد ذلك تشوفوا الغالبية يعني مدربين في دول أجنبية خاصة دول الخليج اللي ربما ما عندهاش زاد كبير ما عندهاش باع كبير في الرياضات الفردية تلقاهم يروحوا ويعملوا التم ويكونوا في ألعاب القوى في المولى كما ماشي تغيض إحنا ربما نشوفوها كدايا تغيضنا لكن إنتوما لأبناء الرياضة الجزائرية مارستوها ودرستوها أيضا وبعد ذلك جي دولة أجنبية بسبب الأموال بطبيعة الحال باش الإنسان يكون عايش معيشة كريمة كما نقولوا إحنا يغادروا ويضع هذه الكفاءات اللي صرفت عليها الدولة الجزائرية أموال كبيرة كما نعطي الحق للناس وما نعطي لهم مئة بالمئة كما تشوف أنا تلقيت مكالمة هاتفية من عند صاحبي اللي كانت معي في الفارق الوطني والله بلا ما نتكر الاسم كي نقول لك ديجابوني كي كانوا يقابلوه يخافه دوكا عندوز جملةين وسبعمائة شهرية وعايش في ضربة باه وما يقدرش العائلة تاعو وما يقدرش يوكلها هذا بطل جزائري هذا بطل جزائر عدة مرات وعايش هنا في الجزائر وعايش في الجزائر وقعد ما كاش واحد ما يعرفوش فريات الكاراطي الاسم تاعو ما نذكروش باسك عاي كلمني أنا شخصيا في الهاتف وحكالي الحكاية تاعو زوج ملايين وسبعمائة ما عندوني بوست ما قراش مسكين ولكن كان باطل ما قراش مسكين باطل كان فوق الباطل أنا نشوفه في التاطامي بار ميلي مئة ارزا ثلاثة في الدزائر دوكا فانت كاريير مسكين ما عندوش والله زوج ملايين وسبعمائة بسيف باش يعطوه هالي دارو انترينير داري صغار انتايا هادايا ما تعطيلوش الحق يروح البلاد وحد اخر تعطيلو الحق ميتين في الميار واحد ديالي يعطيوه ثلاثين واربعين مليون في الشهر ويزيدوه ثلاثين مش يغير يخلي البلاد حبينا ممسي ما قراش ممسي هذا كان عشر سنين في كيب نسيونال وكان حسبوه واش صار في التعليه في العشر سنين هادو سيتانا فيستيسمو ممسي ممسي وقس على دارك في قاع الرياضات ويعني كان حالات كثيرة مثل هذا الرياضي على مستوى الواقع يعني على كل حال لو كان المدبية لو كانت تشجعوا انه يجي عندنا هنا ويتحدث على الحالات لانه من جهة هي حالة انسانية خاصة بطل عالمي بطل جزائري ويهم شبهات الطريقة ومن جهة اخرى ربما تفتح له الابواب ربما الوزارة مع البلهاش ربما كان بعض الاشخاص اللي راهم يعرقوا له وصول مثل هذه الحالات للشخصيات الفاعلة والمسؤولين الفاعلين في الدولة الجزائرية يعني لازم يكون اعتناء بهذا الرياضيين طبعا هذه حالتك عشاش معاد طبعا أنا شخصيا تعاملت معك سابقا وأهرف بأنك كفاءة جزائرية وكفاءة محلية في الكاراتي كنت قائد أيضا المنتخب الوطني وهذا ما يعلمه الجميع والألقاب تلك هي التي تحدث عليك ولكن نتمنى أنه طالب هذا تلك يلقى أذان صاغية في أسرع وقت ممكن نتمنى كل هذه الكفاءات تأخذ بعين الاعتبار ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر